حبايب القلب ربي يوفقكم ويعطيكم ألف عافية مستمرين معكم بالمبادرة اللي أطلقناها بعنوان وحدة كل أسبوع واليوم وصلنا للدرس الثاني من مادة اللغة العربية المشتركة اللي هي مادة المهارات الدرس بعنوان صناعة السرور بالإضافة إلى قواعده اللي هي قواعد كتابة الهمزة والقواعد اللي أخلناها بالوحدة الأولى اسم الفاعل، اسم المفؤول والنداء معاكم الأستاذ عبد الفتاح البرغوثي وللتواصل والانضمام إلى القروبات رقم التلفون 078-094756 نطول عليكم ونبدأ مباشرة بالأسئلة اللي ممكن تجيلي على النصوص طبعا على نمط الاختبار اللي هو الأسئلة الموضوعية أو أسئلة إضاع دائرة بداية من الأسئلة اللي ممكن تجيني على هذا النص أو على هذا الدرس كان طبعا فيه أسئلة للتذكير أسئلة وزارية وأسئلة من أندي بتحاكي النمط الوزاري كنا أحمد أمين بمعنى الكناية كنا بمعنى الكناية أحمد أمين في نصه فن السرور عن الراحة والطمأنينة بالتركيب إيش التركيب لاستخدمه؟ طبعا استخدم كلمة فارغة صدري الكنايات معظمها حفظ يا أستاذ يعني صعب أنك توصل لها من خلال تحليلك للجمل لكن الكنايات تحفظوها حفظ أو الدلالات من الأسئلة الاستنتاجية اللي بإمكانك توصل لها من خلال تحليلك للدرس السؤال الثاني النتيجة التي نستنتجها من قول أحمد أمين في نص فن السرور معطيني عبارة من الدرس وهذا هو السبب في أن أكثر الناس فراغا أشدهم ضيقا بنفسه لأنه يجد من زمنه ما يطيل التفكير فيها في مين؟ في نفسه طبعا الهاء هون عائدة على النفس فإن هو استغرق في عمله وفكر فيما حوله كان له من ذلك لذة مزدوجة طبعا الضمير الهاء هون يعود على النفس والآن إحنا بدنا نشوف شو السؤال أو شو النتيجة اللي بدنا نتوصل لها تخفيف ضغوطات العمل المسببة للضيق يعني بدو إياك تقلل من عملك؟ أكيد لا استثمار أوقات الفراغ للترويح على النفس يعني لما تكون فارغ ما عندك شغلة إطلع العب شدة أو إطلع العب بلايستيشن وضيع وقتك؟ أكيد لا اختيار العمل السهل الذي نجده فيه لذة ومتعة طبعا حتى الأعمال أرزاق يا أستاذ فالعمل سواء كان سهل أو صعب بالأصل أنه نأديه على أكمل وجه أكيد لا الإجابة دال تقليص أوقات الفراغ مقابل أوقات العمل لازم أقلل وقت الفراغ مقابل أني أزيد من وقت العمل فهون يا أستاذ الإجابة دال هي الإجابة الصحيحة بعد التحليل طبعا الصورة الفنية لو أجيت وتكتبوها السؤال كان مقالي كان سهل جدا لكن ادع دائرة أستاذ نوعا ما بتخربط وتحس الأجوبة متقاربة الصورة الفنية في عبارة تتناجى الهموم في صدره طبعا التناجي من صفات الإنسان الذي يخبر إنسانا آخر بسر معين وهون يا أستاذ تتناجى الهموم في صدره صور الهموم أشخاصا يطلعون بعضهم على أسرارهم فإذا أنت قبل ما تبدأ تطلع على الخيارات مباشرة حللت العبارة وشوف تصورها إيش بإيش واتطلع لي بعدين على الإجابات الإجابة المنطقية الأقرب للإجابة التي كتبتها هي التي ستكون الجواب الصح صور الصدر إنسانا يبث همومه لصديقه بتحس الإجابات متقاربة الهموم أمراضا شديدة تؤلم الصدر أكيد لا ولا الهموم أخبارا مقلقة تسبب الضيقة للصدره إذن التناجي زي ما حكينا من صفات الإنسان جاء في فن السرور أكثر الناس فراغا أشدهم ضيقا بنفسه السؤال وزاري لأنه يجد من زمنه ما يطيل التفكير فيها زي ما قلنا نها تعود على المين؟ على النفس فإن هو استغرق في عمله وفكر فيما حوله كان له من ذلك لذة مزدوجة السؤال بيحكي لنا سبب ضيق الإنسان طبعا بشكل عام سبب ضيق الإنسان الفراغ لكن يحددني نقطة معينة كما ورد في النص السابق هو كثرة تفكير الإنسان في نفسه كثرة تفكير الإنسان في نفسه لأنه حكينا يا أستاذ كثرة التفكير فيها لها على مين عائدة؟ على النفس لها تعود على النفس السؤال اللي بعده العبارة التي احتوت على فن المقابلة طبعا احنا حكينا من أول الكتاب لآخر كله طباق وأمثل على الطباق باستثناء جملة واحدة أو عبارة واحدة تدل على المقابلة وردت في هذا الدرس له في فن السرور يا أستاذ وفي الناس من يشقى في النعيم ومنهم من ينعم في الشقى المقصود بقوله تؤرق جفنه تؤرق جفنه الأرق الساد قلة النوم أو الحرمان من النوم تؤلم عينه تسبب له النعاس تضعف بصره ولا تمنعه من النوم زي ما حكينا إذا أنت حافظ المعنى بإمكانك تتوصل للإجابة مباشرة المقصود بكلمة النصف بكلمة النصف المخطوط تحتها في عبارة ففي الدنيا عاملان اثنان عامل خارجي وهو كل العالم وعامل داخلي وهو نفسك في أندي عاملين عامل خارجي اللي هو العالم وعامل داخلي اللي هو النفس صح؟ فنفسك نصف العوامل فاجتهد أن تكسبه طبعا هو بده حط للخط أن تكسب النصفة على الأقل أي نصف يا أستاذ بده إياك تكسب العالم وكل الظروف المحيطة ولا تكسب نفسك طبعا هو بالطالب أنه تكسب نفسك طالب منك أنك تكسب نفسك لأنه هي نصف العوامل وما آتى من العالم الخارجي خير وبركة إذن المقصود بها هي النفس اسم المجلة التي شارك أحمد أمين في إخراجها مجلة الرسالة طبعا من الأسئلة اللي نوعا ما دقيقة يا أستاذ هو أخرج أو آه بالضرط أخرج مجلة الثقافة وشارك في إخراج مجلة الرسالة الثقافة أنشأها والرسالة شارك في إخراجها إله كتاب اسمه فجر الإسلام إله كتاب اسمه فايد الخاطر الذي أخذ منه هذا النص يظهر في عبارة يخطئ من يظن أن أسباب السروري كلها في الظروف الخارجية فيشترط ليسر مالا وبنينة وصحة فالسروره يعتمد على النفسي أكثر مما يعتمد على الظروف يظهر إيش في هذه الإبارة يظهر أن نشوف السرور يعتمد على النفس بنسبة أقل من الظروف الخارجية أكيد لا يا أستاذ على النفس بنسبة أكثر شوف لي الإجابة بها هي الإجابة الصحيحة وتطلع قديش بتخربط السرور يعتمد على الظروف الخارجية أكيد مش منطقية لكن لما نكمل قراءة بنسبة أقل من الظروف الداخلية اللي هي النفس أكيد الظروف الخارجية نسبتها أقل عاكس للإجابة يا أستاذ وإسم مادتنا مهارات الاتصال كيفية التعبير عن الإجابة بطرق مختلفة فالإجابة بها هي الإجابة الصحيحة يظهر في عبارة بدليل أن نرى في الظروف الواحدة والأسرة الواحدة والأمة الواحدة من يستطيع أن يخلق من كل شيء سرورا وإلى جانبه أخوه الذي يخلق من كل شيء حزنا يظهر أن نستنتج من هذه العبارة أن إيش ألف الذين يعيشون في نفس الظروف يملكون نفس صفات الحزن والسرور أكيد الإجابة خاطئة ما عندهم مش نفس الصفات الذي يعيش في ظروف قاسية غالبا ما تكون حياته مليئة بالحزن برضو ما إلها دخل لأنه يعتمد على النفس الفرد هو من يخلق جو السروري والحزن حوله بغض النظر عن الظروف هاي هي الإجابة اللي بدو إياها الكاتب ما تجيش تحكي لي يا أستاذ طب إحنا لو إجينا منطقيا أنا شايف الإجابة بإجابة منطقية أستاذ منطق عندك غير المنطق اللي ورد في الكتاب إحنا إلنا بما ورد في الكتاب فقط منطقك هذا خليه لحالك لما نتخلص بإذن الله التوجيه بتروح بتكتب لك مقالة حط فيها المنطق اللي بدك إياه لكن الآن المنطق الوحيد اللي بدنا نتعامل معه ما ورد في الكتاب المدرسي جاء الوصف ومنهم المضيء بقدر ومنهم المضيء بقدر الوارد في عبارة إنا لنر الناس يختلفون في القدرة على خلق السرور اختلاف مصابيح الكهرباء في القدرة على الإضاءة فمنهم المظلم كالمصباح المحترق ومنهم المضيء بقدر اللي وصفوه منهم المضيء بقدر أي إنسان هذا هل الإنسان دائم الحزن؟ لا مش دائم الحزن لأنه مضيء بقدر يعني مرات بيكون سعيد دائم السرور؟ برضو لا يا أستاذ لأنه معظم أوقاته حزين لكن فيه وقت معين بيكون فيه سعيد من يكون في الغالب حزينا ولا من يكون في الغالب سعيدا طبعا الإجابة رح تكون جيم لأنه يدوب ومنهم المضيء بقدر يدوب مرات بيكون سعيد يعني بالغالب بدو يكون إيش حزين العبارة الدالة على انغلاق الإنسان على نفسه من الآت طبعا العبارات وردت في الدرس أو في النص بدي أعرف مين العبارة الدالة على انغلاق الإنسان على نفسه ألف وكثرة تفكير الإنسان في نفسه حتى كأنها مركز أو مركز الكون ومع هذا كله فطاعة الإنسان أن يتغلب على المصاعب وإلى جانبه أخوه الذي يخلق من كل شيء حزنا فما أن يصاب المرء بالتافه من الأمر حتى تراه حرج الصدر اللهي في القلب طبعا العبارة التي وردت في الكتاب في الدرس تدل على انغلاق الإنسان على نفسه اللي هي كثرة تفكير الإنسان في نفسه حتى كأنها مركز العالم السؤال الثالث عشر حول ناحية تفكيره وأثار مسألة أخرى سارة ينسى بها مسألته الأولى المحزنة تعتبر العبارة السابقة حلا لمشكلة إيش كما ورد في النص هاي العبارة هي عبارة عن حل حل لأي مشكلة وردت في الدرس طب أستاذ ما هو مش كاتب لي إياها هي وردت في الدرس يعني الأصل تكون على دراية بما ورد في النص يعني أستاذ نحفظه؟ لا يا أستاذ لكن الدرس بحاجة إلى قراءة متمعنة ثلاث أربع خمس مرات حتى تتمكن منه تعرف أن هاي العبارات وردت فيه فعليا أم لم ترد إذن هاي حل لمشكلة التعرض لموضوع مقبض المقبض اللي هو المحزن ليست مناقشة الأسرة في أمر محزن فقط محدد لها فقط لأنه بالكتاب ورد كمان أشياء مجادلة الشريك فيما يؤدي إلى الغضب فقط ورده محدد لها طبعا هي مش فقط لأنه وردت أمرين نقل التفكير كنقلها لبيادك الشترنج هاي أصلا مش مشكلة إنك تنقل التفكير هاي حل مشكلة برضو العبارة التي تتوافق مع قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا الآية هاي قول الله تعالى يتوافق مع قول الكاتب أحمد أمين الذي قال ولا تجمع على نفسك الألم بتوقع الشر أكيد لا فإن حدثت لمن هو أشد احتمالا لم ينقل لها بالا أكيد لا غير مصباحك إن ضعف أكيد لا لكن بحكي لي ومن هذه الدروس أيضا ألا تقدر الحياة فوق قيمتها فلا تغرنكم الحياة الدنيا إذن الإجابة دال هي الإجابة الصحيحة السؤال الخامس عشر الدرس المستفاد من عبارة فالرجل لا يزال يتشاعر حتى يكون شاعرا ويتخاطب حتى يصير خطيبا ويتكاتب حتى يصير كاتبا فتصنع الفرحة والسرورة والابتسامة للحياة حتى يكون تطبق طبعا لأي درس بده يوصل الكاتب الدرس المستفاد من هاي العبارة مش التغلب على الحزن ولا التغلب على الظروف هو الدرس البديانة أنه عفوا المساحة الدرس البديانة نتعلمه هو أن نجعل السرور عادة جعل السرور عادة برضو من الأسئلة ويعجبني الرجل أو المرأة يخلق حوله جوا مشبعا بالغبطة والسرور ثم يتشربه فيشرق في محياه ويلمع في عينيه ويتألق في جبينه ويتدفق من وجهه بالدستورة الفنية في عبارة ويتدفق من وجهه طبعا في المخطوط تحته في العبارة السابقة صور الكاتب الوجه بايش صور الوجه بالنور المتدفق من الضياء أكيد لا رجلا كريما متدفق العطاء برضو لا ماء صافيا عذبا متدفقا برضو لا لكن صور الوجه بالنبع الذي يتدفق منه الماء العبارة من نص فن السرور التي تتفق مع مقولة ميخايل نعيمة على قدر ما تتسع نافذتك أو تضيق يتسع الكون الذي تعيش فيه أو يضيق يعني بيدعونا ليه خلينا نحكي نوسع الأفق نصير نتطلع للأمور أبعد مما هي عليه في الظاهر بدي من العبارات اللي مكتوبة عبارة تتوافق مع عبارة ميخايل نعيمة لا قيمة للعالم إذا مر بمشاعرك التي تلونه أو تجمله أو تقبحه أكيد لا يتشابه الناس في قدرتهم على خلق السرور أكيد لا من أهم أسباب الحزن ضيق الأفق وكثرة تفكير الإنسان في نفسه أكيد هي الإجابة الصحيحة إذن بيدعونا إلى أن نوسع آفاقنا لأن عدم توسيع الآفاق يؤدي للحزن زي ما وردت في العبارة جي من أهم أسباب الحزن ضيق الأفق وكثرة تفكير الإنسان في نفسه جاء في نص فن السرور فما إن يصاب المرء بالتافه من الأمر حتى تراه حرج الصدري الدرس المستفاد الذي نتعلمه من العبارة السابقة فما إن يصاب المرء بالتافه من الأمر حتى تراه حرج الصدر الإنسان إذا صارت معه مشكلة صغيرة بتلقاه مش طائق حاله فهو لا إيش بيدعونا؟ يدعونا إلى قوة الاحتمال الإجابة ألف هي الإجابة الصحيحة وآخر سؤال موضوعي إنه بعد ذلك ننتقل لأسئلة القواعد من دروس فن السرور ألا تقدر الحياة فوق قيمتها وهذا الأمر يقفضي يعني يتطلب من الإنسان إيش إنه يعمل؟ يتطلب من الإنسان ألا يجمع على نفسه الألم بتوقعه الشري ثم الألم بوقوعه ممكن خليها نشوف الخيارات الثانية ألا يتصنع الفرح والسرور لا هو طالب مني أتصنع الفرح والسرور أن يديم التفكير في نفسه هو طالب منه أنه ما نديم التفكير في نفسه لاحظ هاي بالكتاب يا أستاذ مثبتة نفاها هاي بالكتاب منفية أثبتها أن يعتمد على العامل الخارجي هو طالب مني يعتمد على العامل الداخلي بذلك الإجابة ألف هي الإجابة الوحيدة المنطقية وهون الطلاب يصيروا يحكونا يا أستاذ والله كل الإجابات صح كل الإجابات صح يا أستاذ أنا معك إذا ما تغيرت لكن هون تم التعديل عليها هاي مثبتة بالكتاب نفاها هاي منفية أثبتها وهاي ذكر العامل الداخلي هون إيش ذاكري بالسؤال الخارجي فننتبه يا أستاذ ونكون على دراية بدقة بما ورد في الكتاب طيب أستاذنا بالانتقال إلى سؤال القواعد وكل خلينا نحكي درس من يقدم فيه شوي من سير نزيد على أنماط الأسئلة في القواعد يعني بحكم أن القواعد رح تزيد الاتفاق كان أنه نأخذ قواعدة الوحدة اللي من ندرسها زائد كل القواعد السابقة لأن سؤال القواعد في الاختبار الوزاري لا يتجزأ بداية رح يجيب لي فقرة ويطلب مني استخراج وإعراب وبعض الأسئلة التطبيقية عليها الأصل نقرأها إلى من وجدوا طريقة الحرية هنيئا لكم النصر المؤذر النصر الموجع للمتخادلين قبل العدو هنيئا لكم الحاق عار بكيان ظن نفسه لا يقهر فأمست أسطورته موؤودة وعاد زمن المعجزات هنيئا بعث الروح في قضية لطالما حاولوا وعدها فأتى أبناؤها وأطالوا عمر ربيعها كنتم ستة والله سابعكم فأشرقت الشمس في عتماتي النفقي لتمهد لكم بالوردي طريقة الشرفاء فأي مجد صنعتم يا أبطال بداية طالب مني اسم فاعل ثلاثي للتذكير دائما يا أستاذ مفتاح الحل أهم من الحل يعني بدك تكون ذاكر اسم الفاعل الثلاثي كيف شكله كلمة على وزن فاعل ما تكونش فعل كلمة أو اسم تحديدا اسم على وزن فاعل يدل على شخص قام بفعل معين فعندي يا أستاذ كلمة ضان طبعا مفتاح الحل حرفها الثاني بيكون ألف عادة ومش كل كلمة حرفها الثاني ألف اسم فاعل وفي عندي عار أصلها عاري بالياء طبعا حدفت الياء واستعظنا عنها بتنوين الكسر فأنت إجابة واحدة كافية لتأخذ العلامة اكتب لي الضان أو عارن واحدة من الثنتين كافية اسم فاعل غير ثلاثي برضو للتذكير اسم الفاعل غير الثلاثي ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر أي كلمة تبدأ بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر هي اسم فاعل ثلاثي يا أستاذ يعني أنا لو محلكم كل كلمة تبدأ بميم بحط عليها دائرة احتمال تكون جواب احتمال مش أكيد فعندي المؤذر ميم مضمومة فتح ما قبل الآخر بعد شوي منحكي عنها عندي كلمة الموجع ميم مضمومة كسر ما قبل الآخر لو حدفنا لزيادات مش احنا اتفقنا دائما عند التعامل مع أي كلمة في اللغة العربية منجردها من الزيادات اللي التعريف التنوين الضمائر التاء المربوطة إلى آخره إذا كانت جمع بتعامل مع مفردها متخاذل تعال يا أستاذ اضبطها الميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر عادة الوزارة بتحط لكم الحركات لكن احنا حلينا نحكي تجاوزاً سرنا طلاب توجيهي يعني الأصل أقل ما فيها نعرف نتهجل كلمة ففيه عندي صارت الموجع هاي وحدة وثنتين اللي هي المتخاذلين وأتوقع فيه كمان وحدة كلمة المعجزات احدف اللي التعريف احدف الألف والتاء معجز ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر إذن بتكتب لي المتخاذلين طبعاً وزارياً بتكتب لي إجابة واحدة بس اللي انت متأكد منها يقيناً ألف بالمية إنها الإجابة الصح أو بتكتب لي المعجزات أو بتكتب لي الموجع واحدة من الثلاث بتأخذ علامة السؤال كاملة طالب مني اسم مفؤول ثلاثي وعارضاً اسم المفؤول الثلاثي يكون على وزن مفؤول وفيه إن شواد حكيناً فيهم أثناء الشرح يا أستاذ كلمة على وزن مفؤول موقودة طب أستاذ هاي على وزن مفؤولة احدف التاء ما هي التاء المربوطة من الزيادات فأم نكتبها أستاذ موقود أو موقودة بالتاء المربوطة بمرقودة سواء بالتاء أو من غير التاء اسم مفؤول غير ثلاثي اللي شكله رح يكون مين مضمومة وفتح ما قبل الآخر عكس اسم الفاعل كسر ما قبل الآخر اسم المفؤول فتح ما قبل الآخر ومرقت معنا كلمة المؤذر طبعاً أسئلة اسم الفاعل واسم المفؤول عادةً عادةً من الأسئل المتوقعة يعني معظم الاختبارات الوزرية لازم يجيبوا عليها السؤال يا على اسم الفاعل يا على اسم المفؤول يا على الثنتين مع بعض طالب مني أعرب ما تحته خط كلمة أبطال وإذا ملاحظين في قبلها أداة نداية أستاذ إذن فهي منادة كلمة أبطال منادة الآن بدنا نطبق اللي تعلمنا هذا المنادة اللي أمامنا غير منون معناها رح يكون يا إما مضاف يا إما نكرة مقصودة إذا ملاحظين ما في بعدي لا اسم ولا ضمير يعني ليس مضافاً شو صفة نكرة مقصودة النكرة المقصودة مبني وليس معرب إذن بأجب أعرب ومنادة مبني على الضم في محل نصب هل بيجو الطلاب بصير ويحكو لك أستاذ ضروري نحكيله السبب السبب يا أستاذ إذا سألك عن السبب أو شو نوع المنادة بتحكيله نكرة مقصودة لكن عند سؤال الإعراب لهون كافي إلى هنا كافي تمام طيب ننتقل من الأسئلة اللي على النص ممكن يجيب لي ضبط كلمة في النص ممكن يسألني عن الهمزات اللي وردت في النص بيّن سبب كتابة الهمزة على الصور التي جاءت عليها في الكلمات اللي وردت في النص هنيئا الحاق موؤودة أشرقت مؤذرا أمست أتى وأطال ونبدأ وحدة وحدة قبل ما تبدأ تحل بالهمزة يا أستاذ اللي هي قواعد إملائية مصة وصف ثالث ورابع إلى أصل تقرأ الكلمة اتحدد نوع الهمزة وصل قطع متوسطة أو متطرفة وبناء على هوا ما أخذت القاعدة تحل عندي كلمة هنيئا الهمزة متطرفة طب أستاذ هاي فيه وراها حرف أستاذ هاي التنوين فهون أول إش بحكي له متطرفة لها حالة خاصة هاي الهمزة بالذات منونة تنوين نصب حالة خاصة تم ذكرها بنهاية الهمزة المتطرفة منونة تنوين نصب هي متطرفة منونة تنوين نصب وما قبلها يتصل الحرف اللي قبل الهمزة يتصل بما بعده خلص لهون الإجابة مفهومة ما قبل الهمزة يتصل في عندي كلمة مؤذرة الهمزة متوسطة المتوسطة بتكرله حركتها وحركة ما قبلها اتهجوا مو اه فهون الهمزة مفتوحة ما قبلها مضموم وفي الشداعة تحكيله مين الأقوى ومين الأضعص كلمة الحاق الهمزة فيها قطع بحكيله قطع بتكرله نوحة وبعدين بكمل هون كلمة الحاق مصدر رباعي طب أستاذ انت كيف عرفت انها مصدر رباعي ارجعوا للشرح للضرورة كلمة أمست أمست واضحة انها فعل ماضي بدليل اتصال التأفيها فعل ماضي رباعي اذا كل ما يخص الرباعي همزته همزة قطع طبعا ماضي رباعي يبدأ بإيشة استاذ يبدأ بالهمزة طيب استاذ برضو عند كلمة موقودة اذا ملاحظين الواو ساكنة والهمزة مضمومة منحكي له الهمزة مضمومة ما قبلها ساكن طبعا ممكن زي ما حكينا بمجرد ذكرك للحركة الأقوى يعني الهمزة مضمومة نأخذ العلامة كلمة أتى فعل ماضي ثلاثي منسميه مهموز الفاء وطبعا منحكي له انه الهمزة قطع عندي كلمة أشرقات أشرقات فعل ماضي رباعي طب استاذ ما احنا منقده مباشرة الماضي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة اتفقنا انه التاء ضمير لا تحسب مع عدد احرف الفعل الاصلية اذا ماضي رباعي يبدأ بهمزة ومنسميها قطع وبنفس الطريقة كلمة أطال لو حدفنا الواو اللي هي واو الجماعة بيطلع عندي نفس الاشي قطع لانه ماضي رباعي من الاسئلة اللي ممكن تيجي عنا برضو بالاسئلة الوزارية وصارت سؤال شبه ثابت انت بمجرد ما انك تعرف اللي هو السؤال طبعا صوب الخطأ بمجرد ما تعرف القاعدة اللي قاعدين بنشتغل عليها باذن الله السؤال هي اللي حصل فيها الخطأ والحيل الثاني في الموضوع ما فيش يصوب الخطأ انه موجد لا الخطأ دايما موجود تمام يا أستاذ فعندي كلمة اجمع فعل أمر ثلاثي فعل الأمر الثلاثي همزة توصل هو كاتب ليها قطع بتصير وصل اجمع كن متفائلا الهمزة المتوسطة اثناء القراءة الهمزة مكسورة والهمزة اذا كسرت وكانت متوسطة يا أستاذ تكتب على نبرة بتصير متفائلا من المسؤول برضو الهمزة متوسطة مضمومة ما قبلها ساكن اضم يناسبها الواو المسؤول خطأين في الإجابة او في الجملة دال اهمال همزتها قطع لانه مصدر رباعي تكتب هكذا و عندي خطأ الهمزة متطر فيما قبلها مفتوح تكتب الهمزة على وفي الكلمة الاخيرة يا عمر المنادة يا أستاذ انتوا عارفين اما مبني واما معرب المعرب منصوب وعلامة نصبه الفتحة والمبني مبني على الضم هو بيقول لك المنصوب خطأ انت سوي له اياها على الضم عمر سويناها بالضمة او الادق والافضل يا أستاذ انك تكون عارف القاعدة وعارفين انه عمر اسم علم يأتي مبنيا على الضم يعني هاي معظم الأسئلة اللي ممكن تجينا في الامتحان الوزاري مبدئيا على الوحدة الاولى والثانية وكل ما تقدمنا لقدام بالوحد حتصير القواعد اصعب ليش يا أستاذ اصعب لانها حتكتر علينا حتبدأ تداخل مع بعض لكن اذا مشيت السلم درجة درجة ومشيت خلينا نحكي القاعدة اتمكنت منها وعرفت عن ايش بتحكي يا أستاذ بإذن الله ما في خطأ نهائيا طبعا أستاذ انا شايف انه عربية بتقرؤوها قراءة ومش مستعدين تمسكوا قلم وتبدوا كتابة وعد اذا امسكت قواعد اللغة العربية وتعاملت معها كأنها مسألة رياضيات لانه بالنهاي الرياضيات قواعد والعربي قواعد اذا اتعاملت معها بالورقة والقلم تتمكنوا من اي سؤال فعشان هيك بالتدريج نبدأ بحل اسئلة الكتاب اللي اجاباتها موجودة عندكم على الدوسية الخطوة الثانية مننتقل لحل المبادرات واوراق العمل الخطوة الثالثة بس يقرب الاختبار الوزاري منبدأ بحل انماط اسئلة وزارية هيك باذن الله منضمن العلامة الكاملة وان شاء الله بالنهاية منرجو التوفيق للجميع رب يوفقكم يعطيكم الف عافية